عقد من الزمان مر على عملية تهجير مناطق وبلدات عراقية من دون أن تعود الحياة إليها حيث ما زالت أكثر من عشرين ميليشيا مسلحة تسيطر عليها وترفض دعوات الانسحاب منها والسماح لأهلها بالعودة إليها إذ تكرر الحكومات المتعاقبة وعودها بحل أزمتها وتجعلها ضمن بنود برنامجها العام غير أنها ترحل في نهاية المطاف بدون أن تحقق شيئا منها عشر سنوات مرت على خلوب جرف الصخر من أهلها ومنذ ذلك الحين أغلقت المدينة التي تزيد مساحتها على خمسين كيلو مترا مربعا ولم يعود الأهالي إلى مدينتهم التي تحولت إلى منطقة تصعيد عسكري حيث نفذت واشنطن أكثر من عشر هجمات جوية على مواقع الميليشيات المسلحة داخل المدينة يقول الجيش الأمريكي إنها تستهدف مصانع طائرات مسيرة وصواريخ إلى جانب جرف الصخر تتواصل عملية تهجير مدن عراقية أبرزها العوجة في ضواحي تكريت وبلدات ذراع دجلة والثرثار ويثرب وسلمان بيق وقرى آمرلي وطوز خرماتو ومناطق الوقف والحوض والسعدية ومناطق قرى المقدادية في ديالة وكذلك العويسات الواقع جنوب شرقي الأنبار جميع هذه المناطق لم تشهد عودة الحياة إليها مجددا ويتوزع أهلها الذين يقدر عددهم بين أربعمائة ألف إلى خمسمائة ألف مواطن على مخيمات ومعسكرات وأخرين يقيمون في مدن مجاورة أو داخل كردستان العراق ولا تقدم الحكومات أي ردود مقنعة بشأن عملية تهجير مدن عراقية وما إذا ستستمر خارجة عن سيطرة الدولة ويؤكد ناشطون أنه خلال عشرة أعوام لم تتمكن الحكومات من تحقيق العدالة الاجتماعية وإرجاع النازحين والمهجرين الذين يعانون من قلة الخدمات والمساعدات الأساسية ما فاقم معاناتهم اليومية وما زاد الأمر سوءا إعلان وزارة الهجرة إغلاق المخيمات التي كان النازحون يعيشون فيها دون تأمين عودتهم إلى ديارهم أو توفير بدائل مناسبة لهم هذا الإجراء تسبب بكارثة إنسانية كبيرة حيث توقفت المنظمات الدولية عن التعامل معهم كنازحين رسميين ما جعلهم بمواجهة مصير مجهول